الأسباب البارزة لمرض السحاية وانتشاره بشكل كبير في بعض المحافظات الشمالية كالسلمانية وحلبشة وأيضا ما هي أعراض هذا المرض؟ مساء الخير ابتداء انتهاب السحاية للأطفال تحديدا مقسم إلى نوعين دون السنة ومن السنة إلى الخمس سنوات باعتبار أن المسببات المرضية ممكن تكون بكتيرية وممكن تكون فيروسية وهذه المسببات هي موجودة في الجو بمعنى أن الإصابة عادة ما تكون سببها الأساسي هو التقرب من الشخص المصاب ومحاولة ملامسة خصوصا عند محاولة ملامسة سواء تخرج من فمه وأنفه وربما أيضا حتى البراز هذا يعطي انطباع أن المسببات هذه سواء بكتيرية سواء فيروسية معدية بشكل كبير وليس فقط للأطفال وأيضا معدية حتى لأصحاب العائلة الواحدة طبعا هذا ممكن بالنسبة للمسببات البكتيرية التخلص معدها كان سهل جدا من خلال التلقيح وما يسمى بالتلقيح الثلاثي هو هذا أصلا يعمل على منع هذه البكتيرية من الوصول إلى الدماغ والجهاز المناعي يعمل على قتلها فورا لكن الملاحظة أن ما يحدث الآن في السليمانية هو مسبب فيروسي وهذه المسببات الفيروسية عامة تكون معدية معدية بشكل كبير جدا ممكن مثل ما قلت داخل العائلة الواحدة ينصاب شخص فيصيب الآخرين سواء المصاب الكبير أم الصبي الملاحظة أيضا ملاحظة أنا أعتقدها مهمة جدا عادة الإصابات الفيروسية تحدث في نهاية الصيف وبداية الخريف الآن نحن في نهاية الربيع وبداية الصيف هذا مؤشر أنا أعتقده مهم جدا يجب على الجهات المسؤولة أن تنتبه له بمعنى نحن الآن مع إصابة لالتهاب سحايا الفيروسي في غير وقته وهذا يعطي انطباع أن هناك شيء يحدث وأن هذه المسببات المرضية يبدو لي يبدو لي أنها تحاول أن تكيف نفسها في ظل أجواء جديدة وبالتالي الإصابات إذا ازداد عددها بشكل أكبر خلال الأيام القادمة أعتقد يعطينا ناقص خطر في العراق ليس فقط في السليمانيا ولكن في كل محافظات العراق اشتركوا في القناة